راح طيبية وردي وحياتنا راح تصير أحسن وبدنا نرجع أيامنا الحلوة انا مستحيل يتركك مرة تانية بحياتي محبيت حدا غيرك وما بيدر حب حدا من بعدي وردي وردي مشان الله ما تتركيني أنا ما فين أعيش بدونك نعم أليس مجد كيفك؟ أنا منيح لازم نشوفك إذا كان في مجال خير أليس؟ شو الموضوع؟ ما بدي إحكي على التليفون وين كنتي هلأ؟ أنا بالبيت قلتلي بالبيت؟ أنا حاب نشوف بعد في الجامعة ممكن ماشي بشوفك موسيقى 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 لا بك شبك أليس أليس شبكي لين شوفي شبه أليس أليس مدري شبهها فاتت عالحمام با انت ممني حب نوب انت شو عمت سوي هون؟ دكتور مبارح ما جاني نوم طول الليل وبالي مشغول قلت ما في حدا غيرك بيقدر يساعدني ايه فهمان عليك عود دكتور وضع وردي لساتو خطير مو هيك؟ مع الاسف ايه لسه في خطر كبير ع حياته ليك مجد؟ بدي الظلم تذكر شو حكينا لا تحاول تفوت على غرفة البنت ماشي؟ مشا ما يتعقر الموضوع أكتر وإذا بتختفي هلا بيكون أحسن لا دكتور انت لا تشغل بالك أصلا محامي وردي اتصل فيني مبارح المساء على موبايلي ايه وشو قال؟ قال لي اني المسؤول عن كل شي صار لوردي وانه ما رح يخلي وسيلة لحتى يثبت ان السبب بيوقعتها على الدرج يعني بالنتيجة ناوييني لبسوني التهمة يا دكتور بكري انت لا تخاف ما لك معطوع من شجرة لحتى يعملوا فيك اللي بالدنيا وانا رح وكل محمي شاطر دكتور الحقيقة انا كنت جايل عندك هلا منشان موضوع تاني شو هو؟ شو هالورقة؟ شهادة ولادة سميح، سميح ام سميح يلا ام شو بدك يا الله؟ سميح، تسمعت هلا صوت عند الباب اه؟ هاي بتكون شي قطة لا تخافي سميح شو صاير لك خلصني اقوم شوف اوف، اوف، شو بكي هيك من وش الصبح؟ بعدي هيك ياه؟ يعني المفاتيح وغيرناهن وما ضل في مفاتيح عند حدا غيرنا، لشو كلها الخوف؟ شو بصير يعني اذا قمت وطلعت مين على الباب؟ والله انا كتير خايفة اوف، اه، انت يا ساندي صايرا عم تخافي حتى من خيالك ما خلصنا بقى فريدي وشيك، راح اطلع، جدبا مراد اللي كان هون مو هيك، شوف اذا تارك عند البابشي ايه ساندي، هو، ما راح نخلص من دب نوب حتى تركلنا خبز وحليب كمان بس للأسف طلع غبي ما ترك جريدة اليوم جباني صباح الخير صباح الخير اهلين بعدي سياطة الضابط اللي عندها ايه عندي علم، فوت شوف وليك وجوه شكرا مراد اهلين مبرافو عليك كيف قدرت تفوت؟ بالمصاري ما؟ بعدين بقلك كيف، هلأ مو قد هالحكي، قللي طلباتك وأمور لحقتها مثل ما قلتلك؟ لا تخاف معلم، انا على طول وراها منيح، بس ما يكونوا شافوا؟ ولا حسوا فيني حتى وغير هيك اداك الشاب الطنط، عرفتلك كوين بيتو؟ أتاري مانيك قليل، المصاري اللي عم تاخده المخسرة فيك هاي انت الجد بقى؟ هلأ، قرب لهون شوي فهام علي منيح شو بدي قليل لو أخرتي خمس دقايق كمان أكيد كنت رح أعرف شو السر اللي مخبير فؤاد عنا هلأ أطلعت أنا المزنبي مو هيك؟ لأنه أنا يلي ضليت ساعة فتشله سيارته وما لقيت فيه شيء سونيا، شو فكرك أنت عم تسلى؟ فأكيد مخبي شيء بالسيارة، وتحديداً جو عتها داك الكيس ما أنت باتي شو أنا نعاقد لسانه لما شاف الكيس معي؟ ايه معك حق، هو توتر لما شافك، بس توتره ما بيدل على أنه مزنب، لسه ما عندك دليل ضده بس لو أني قدرت أفتح الكيس والله لما لقيته بيوشي فجأة تربطه هدي لازم لقي الدليل بأي وسيلة شو أعمل؟ كيف تدي لعقيه؟ طيب بانا، نحنا مو قلنا كل شي بتمنوا؟ أنت هلأ أعملت شيء مشان موضوع سمير؟ ايه؟ ما شفتيش لو ما بقا أجا؟ بس هيك؟ ايه حبيبتي، إلا هلأ بس هيك؟ بس لما حضرتك تقدر تخلصيني منه لفؤاد نهائياً وأنت إذا أنا ما خلصتك من سمير بحق إلك تحكي خلص، أنا بدي روح سنيني رايحة معيك، مش هنفكر شو بدنا أساوي لا حبيبتي ما بدي فكر معيك هلأ بس تكوني جوات الدرس بتفكري على مهلك للأسف إختي، ما عندي درس اليوم أنا ولين متوعدين بقهوة الجامعة ايه خلصيني، عملي شو ما بديك امشي، امشي مو معقول عن جد كثير طوالات أكيد ساير معاشي أليس؟ أليس جاوبيني سمعيني صوتك؟ أنا منيحة، لا تخافوا بقى أنت تعباني كتير ايه معك حق، أشافت مجد عم يبوسها لوردة ايه عن جد معا حق تساوي أكتر من هيك أنا مستحيل صدق إنه مجد ممكن يعمل هيك شي أليس، شوفي أنا منيحة، ما فيني شي، ما في داعي تخافوا علي واضح إنه مو مرتاحة، شو رأيك تجي على غرفتي ويحكي لي هاجر تساوي لك كاسة زهورات؟ بيكون أحسن لأني ماني قدراني أطلع لفوق أنا رح شوف خالي هاجر مش عال تعملك شي شغلة شربية، بركي بترتاح شوي وهي كل القصة، إذا وردي حكي صحيح بيكون في عندي ولد منه معقول هالشي؟ من كتر ما صارت وردي مكسبة علي، خايف هالورقة تكون كمان واحدة من العيبة يا دكتور بصير، بس هاي الوثيقة النظامية؟ صحيح، هي هيك مبيني طيب مجد، يعني هلأ أنت وردي ممكن؟ يعني علاقتكم بالماضي شلون كان شكلها؟ اي ممكن، بس أنا متأكد إنه هاي الورقة مجرد ملعوب كان بينكم علاقة ولا لا؟ اي مظبوط كان، بس أنا ماني متأكد من شو بدك تتأكد؟ من هاي الورقة؟ بدي أعرف إذا وثيقة الولادة صحيحة ولا مزورة أنا مستحيل أقدر يا دكتور أني عيش مع الشك طيب، قالت شي عن هذا الولد؟ يعني مثلاً بأي بلد هو موجود مين عم يربيه هلا؟ عطيت له وحدة ربي هي هيك قالت لي، بس ما حكيت أي شي أكتر من هيك دكتور، أنا ما عم بفهم ليش عم بيصير معي هيك أيوه؟ أمتى؟ اي طيب، ماشي؟ جاي فوراً لعندكن وردي سايت حالة فجأة لازم نساوي العملية بسرعة أنا بدي روح هلأ، ومثل ما حكينا مجد، لا تظهر قدام حدا ولا تحكي مع حدا هلأ، لا توتر الموضوع، ماشي؟ طيب دكتور صحيح كنت ممكن نشرب أنا وياكي، نس كافيه؟ أهدا إذا ما شكيتي إنه مسممي فيك تفهمني لش عم تتمسخر معقول؟ كأنه ما بتعرف الشي اللي عم بيصير معي خلص ماشي لا تزعلي أنا آسف قبل ما أنسى أنا لازمني شوي التياب بدل فيهم شو رأيك؟ بهالاقتراح هاد قومي روحي على غرفتي وفتحي الأخزاني راح تلاقي طائية وجاكيت جلد اللي كنت لابسهم المرة الماضية لما شفتي أوف سميح أوف ماشي ماشي بعد شوي من روحها سوق بنشتري اللي بدك يا مو مشكلة لا أفهمتني غلط أنا قصدي أنه نروح على بيتي نجيبه من هنيك لأنه بعد اللي صار أنا عم خاف كتير روح لحالي لهنيك خلص مو مشكلة أنا بروح معيك لا الأفضل تروح أنت لحالك طيب أنا بروح لحالي راح جيب كلين بنا دورة وقنينة زيت وعلبة سمنة مو هيك طيب أنا شو بيحرفتني شو بدي جيب من البيت والله حاسس حالي خادم عندي اللي خلافوكي لا واللهي مو قصدي من يوم ما أجيتي ما شفت ضحك تكت بحكي سلامة قلبك يا حبيبتي إن شاء الله عدوينك يا رب بتكوني أخدي شوية بحكي بجوز خالي هاجر خليكي بغرفتي لتتحسني شوي أنا بكل الأحوال طلع على المال وأنا بغرفتي إذا بديك شينها ديلي عن جد شكراً لكم كتير خير شو في أوس مجد وينك إذا فيك تعال ألس تعباني شوي تعباني شبهة عم تستفرغي من الصبح بركي إذا أجيت وشافتك بتروق شوي ليك ما بيعطي إذا ألس رح تكون مبسوطة إذا أجيت لعندكن وكمان وردي بدي تعمل عملية هلأ أي عملية شو اللي صاير ما بعرف يمكن صحة تسائد الدكتور بكري راح اللي على غرفة العمليات يا الله طيب معرفت شي تاني لا لهلأ هذا كل شعر خلص لا تجي بس إذا صار أي شي تتصل فيني وبتخبرني فوراً أوكي ايه ماشي ندير بالك مني حلق لس ايه أوس أوكي بابا أنا رايح هلأ أجامعه أول ما بخلص برجع أنت رح ترجع بس إمك لأ كيف إليك قلب تتركينا شوفي شوفي شو عم يصير فينا بلاك بس أنا بستاهل إيه بستاهل راح بتصير فيها بس شوف عيدي ما راح ترنت بتهيت يا جمال بتهيت عن جد أنا رجال مزويب المفروض تعرفي بقى يا زينا ما حدا بها الدنيا بقدر سعدك قدي انتي بتستحقي الأجمل لأنك الأجمل صار الوقت المناسب لتعيشي الحياة اللي بتستحقيها حلوة بعتيلي شوفير لهون بدي يبعت معه شوي تغراض بدك شي أنا رايحة لوين رايحة؟ مو عندك درس اليوم؟ اليوم لا أنا كنت بدي أعزم زينا لهم بس لغيتها مشان ما عطل درس اليوم عليكن أعزمي يا معمى زافر ما راح يجي لأني بطلت أخد دروس معهم ليه شو هادلي عم تقولي؟ يعني ما بقى بدي عم يوجعلي راسي مليت منه ومن مبادئ اللي بيضل صارعني فيها هادا اسمه العبولاد عم تدوري على عزر لتبطلي ايه عم تدور على عزر نحنا عم نعطيه مصاري مشان لدروس مو مشان نجي يعلمني كيف عيش زافر مستحيل يعمل هيك شي يا لين انتو ما بتعرفوا مثلي بيساوي هيك وأكتر أصلا ما حدا طمعوا لزافر غير تصرفاتكم اللي سوا زافر مؤليل زافر كان عم بيساعدك بدروسك وهاد الحكي ما عد بدي اسمعه مرة تانية وهالدروس ما راح تتخيها شو هاد يا؟ احترموا قراراتي ولو مرة وحدة لين نحنا منحترم قراراتك لما بتكون صحيحة وبمحلة ماشي بلا الدرس اليوم بس بكرة ترجعي على الدروس مرة تانية انا ما راح اتصل فيه تصلي انتي خاطرك مع السلامة أهلين زينا كيفك حبيبتي؟ اذا كنتي فاضية حبي نعود ونحكي شوي بار حكيت مشغولة كتير وما قدر تشوفك انتي شو اللي جابك لهون؟ لا تعصبي عزلمي انا يلي قلت له يجي لهون انتي؟ ايه لاني من بعد اليوم ما بقى بدي اكل من هذا الخبز يلي بالحارة لانه ابني سمير وعدني يجب لي خبز من الفرن يلي عندون اوخ شو طيب اكيد ماني مطولة لحتى جن مو بانا قلتلك على اساس هي رح تحل الموضوع؟ مو بالاول لحتى تذكر انه عند اخت بحاجتها؟ طبعا ما بدك تردي لاني ما بهمك سونيا ايه دي شوي شبك؟ ما بدي يا اما بحل هالقصة هلا او ما رح اخلص منه ابدا بدك رأيه؟ ما له سايق لهالدرجة حتى انه بيحكي بطريقة مهضومة كتير زافر ماشي ماشي انتي بتعرفي شو اللي لازم تساوي؟ ما في داعي تستني اختك اتصلي بفؤاد مباشرة هيك رأيك؟ ام؟ اخي زافر خالتي لاتفي عم تسأل عن نات سونيا تسني ثوي شو بدك؟ شو اللي بتريده مني؟ وانا زايد بطلة هتية معي يا لات تقبلية مني؟ لا ما فيني اقبلها سيد سمير ما حكينا بهالشي بس مو انتي قلتلي معلث اذا نحن بقينا الثكاء وانا زبتلت ياها لهذا الاثاث ثوفيت حلوة تيل متلت يعني البنت بخطر وممكن تموت والله بدي يقول اني زعلاني عليها بس خايفة عصبي مني نسيتي كل اللي عملته فينا بانا والله بالنسبة للي بس اتذكر شو اللي ساوته وما عم بزعل عليها بنا انسي ايه؟ كيف السيد زافر؟ بانا لا تذكري اسمه قدامي ليش؟ شو لات كنت خنقته؟ امم خناءة كبيرة صار الاستاذ بده يعطيني دروس بالاخلاق والاصول ليش؟ هاي قصة طويلة كتير طلبت منه مساعدة صغيرة مش عان انتقم من سميح ام طرقني محاضرة كبيرة ايه؟ لما بتستغني عني وبتروحي تطلب المساعدة من غاري وقتها هيك بصير فيكي عفوان؟ ليش حضرتك في عندك وقت حتى تساعديني يا بانا خانوم؟ انتي مختفية وما عم نشوفك ايه خلاص لا تعصبي ايه يلا حكيلي في شي كمان ما بعرفه؟ رح اقلك هديك اليوم اتصلت فيه لسميح بتجيبلي كمان قلم الكحلة وهذا كل شي خلصو؟ وكل هالغراض هدول انا شلون بدي شيلون؟ مو لحد درجة سميح امام المحرزين بنوب ايه صحيح ما لهم محرزين ايه لي بدك تتأخر شي؟ لا ما رح تأخر تعرفي نتفق على اشارة انا قبل ما اصل لهون بشوي باتصل فيكي وغير هيك ما بتفتح الباب لحد ابنوب طيب الو الو اكيد هذا هو ولك اذا ما بتحكي انا بدي كيف؟ شركة شو هاي؟ لا يا اخي انا ما بدي تأمين انتو ما بتفهموا؟ لا اله الا الله متل ما قلتلك ساندي انتي ابدا لا تفتح الباب حتى لا تردي على التليفون وهي فصلتلك التليفون بشان ما حدا يزعجك ماشي؟ يلا انا صار لازم روح سميح؟ لو سمحت لا تتأخر ماشي شو كنت حابة شوف وش سميح وهو خايف؟ باعرف كترت حكي عن الموضوع بس شو ساوي انتي ما عم تجي على المعهد ولما بشوفك بصير بدي احكي لك كدش صار بغيابك احكي احكي بس انا ما بدي ياكي تزعلم مني لانه من مدة اجوا اصدقاء ابي من برا هنن كانوا مسافرين وطبعا هدول الناس اغنياء كتير ومهمين كمان وانتي شو علاقتك بها القصة؟ المشكلة انه في واحد منهم عنده شاب من عمرنا متل الاهبال وانا غصمن عني طريت ان يحتم فيه ودخلك هذا الاهبال حلو كمان متل ما هو غني؟ دخلك يا علين شكله بيشبه شكل الارد كمان كل عمره هو بالغربة يعني حتى التفاهم معه صعب كتير والله ما قدرت طيقه ليش؟ لانه بحياتي في شاب واحد بس احسان اي صحيح من كم يوم والاهبال معي بالحديقة شافنا احسان سوا وطبعا راح فكره لابعيد والله موقفي كتير محرج وكمان في عنا هاي الخدامة سونيا من فترة اجاها شابه طلب ايده وقال لي بابا طلعي غد يوم باحسن مطعم والله انجتش بضحك ها اجا حبيب القلب احسان حاسي قلبي من كتر ما عمي دق بده يطلع من محله والله بحبه كتير لابن خالك يا الله مو معقولة الحب هاك يموت بها السهولة كيف تخلع عني ها كلها مو معقولة باب انا انا بابا طلعي انا بابا طلعي لا تحاول تطلبي مني مساعدة لاني كتير زعلان منك ليش؟ بعد اللي عملتي فيني انت واختك ولا انسيتي بس انا ما بعرفش عن الموضوع وما بعمل شي ضدك يا فؤاد الله يخليك اقول لسامير يتركني بقى والله يا سونيا ما فيني انت عم تطلبي مني ساعدة وبالوقت نفسه عم تتآمروا علي انت واختك بنا والله انت واختي مللتوني من اساسكن وضعت بين الرجلين طيب هلأ موته لاني رايح حاسب بانا اللي عملته معي مبارح ورح استنعها قدام المعهد لتخلص هي ما رح تجي كيف؟ بس هي بعت بدي رسالة الصبح انه في عنده درس بالمعهد لا عنده درس ولا شي رحت مشان تشوف لين بكافي الجامعة هي كل القصة وين هالكافي؟ والله ما بعرف وين محله يا فؤاد ماشي سونيا وراح فكر بموضوع سامير لا تاكلهم بس بانا لازم تدفع تمن اللعبة اللي لعبته معي خاطرك موسيقى معقولة هي حتى ما تطلعنا احنا وين رحة احسان تعال عود معنا لا لي شكرا ما عجبني الطاس عندكم شوب يلاكي كيف عما يحكي معنا قبل خالي باينتو لساتو زعلان معلش عطي شوية وقت ولا تستعجلي لا مستحيل قبل بها الوضع هاد اذا انا ما حليت هالمشكلة ما رح تنحل ابدا يعني ما بدك تقعد معي على نفس الطاولة مظبوط يا احسان ايه صح ما بدي بلا شو يعني مو حابب نحكي مع بعض ابدا ايه مظبوطة الحكي احسان مو معقولة عاملي بها الطريقة خلينا على الاقل ما ننهي الرفق اللي بيننا بانا فامي بقى ما في بيناتنا لا رفق او لا حب انا شو قلتلك ما بحب رافق الناس الكذابين وانت واحدة منهم يا الله على الشغلة نسيت مفاتيح السيارة فوق مرافو سميح ساندي ليكي انا نسيت مفاتيح السيارة فوق بالبيت ايه ليكي انا رح اطلع جيبون هلا افتحيلي الباب يلا بانا خلاص روحي بقى مو قبل ما تقول سامحتك هذا الشي من المستحيلات ملا بدك تسامحني لانه انت مشبور انت بتحبني وما فيك تتركني وانا كمان ما بقدر اتخلى عنك فهمت علي؟ معقولة راحوا رجع بهالسرعة شو هالسرعة يا سميح 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 وينك انت؟ سميح سميح رد علي سميح لا تمزح معي هيك مزح خالص نحنا كل شي بيناتنا انتهى هاد هو الواقع ليكي رح اقوله لاخر مرة انا ما رح سامحك بحياتي انتي يا بانا بنيتي بيناتنا حيط كبير من الاكاذيب والاسرار وهاد الحيط ما بنهدم ابدا ابدا شو هاد ما لقى الأسانسيري يتعطل غير على حظي؟ اوه 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 العمى تعبت كتير شو الحظ هاد خوفتني ساميح لاش ما عم ترد عليه استني شوية لأاخد نفس والله تعبت من طلعت الدرج خليني فوت أخذ المفاتيح من جوة بلا ما أطول احسان بجوز أنا كذبت عليك شوي بس الحقيقة الوحيدة المهمة إني بحبك كتير وصدقني ما في أي شيء تاني غيرك إلو معنى بحياتي كلها والشاب ياللي هنيك بكفي بأنا أي شاب هاد انت شو جابك لهون هلأ مرحبا بنوش انت أكيد مجنون فؤاد لك ولي مين هاد؟ هاد الشاب القهبة اللي حكيت لك عنه قبل شوي بنوش ما بدك تعرفيني عرفيتك الحلوة؟ والله شك له كتير مهضوم شو قصدك ما فهمت؟ حبيبتي لين نحنا تأخرنا ولازم نطلع أنا بعدين بخبرك كل شيء ماشي كيف عرفت أني موجودة هون؟ خطيبتي وحبيبتي بقدر لقيه وين ما كانت لك فؤاد أنا ما رح أسمح لك الدمار حياتي إذا بتحاول تحط رجلك هون مرة تانية رح أكثر لك ياها فهمت؟ طلع فيني منيح يكون بعلمك لسه ما خلق يلي بده يهددني بعد اللي عملتين بارح بالسيارة أنا ما باقي لي سيخفيك أبدا ومن هلأ ورايح بدي أعرف كل مكان عم تروحي عليه موافقة بنوش؟ شوش؟ لو رحتي وردة؟ ليش تركتيني؟ ماشت؟ أنت شو اللي جابت لهون هلأ؟ شو اللي جابت بعد كل اللي ساويته؟ ليش أنا شو ياللي ساويته يا مجد؟ مو خجلانة من حالك؟ أليس؟ معقولة ما بتعرفي شو اللي ساويته بوردة؟ ليس ساكتة؟ وردة ماتت بسببك أنت؟ أنت أنت قتلتية؟ أنا ما دخلني؟ أليس وردة هي حبي الوحيد مجد والله أنا بحبني كثير بعد علي رحي منوشي أنا بكرهك كثير يا أليس ماذا بدي شوفك مرة تانية؟ أبداً مو زنبي لا أنا ما دخلني لا 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 أليس شبكي؟ بتكون مرتفعة حرارتها شوي خالي هاجر ايه أكيد من وين إجاها المرة؟ أنا مو حابب أترك أليس وهي بهاي الحالة بس أنا مضطر وعالجامعة يلا بخاطرك روح الله معك بس انتبه على حالك ماشي خالي هاجر تعالوا اتجم بني خادل أعطيتها الهاتية ايه؟ يمتل ما عزبتها لأنه ما لمثته وتمان ما عمتذي لهون متل ما عليك ثايفة أنا طالعة خالي لطيفة بدي جيب غراد لأني ما لقيت شي اطبخه واقفي سونيا استلني شوي أنا بدي اطلع شمهوى زافر خليك في حكي بدي احكيه أنا وياك سمير حبيبي شو رأيك توصل سونيا بل ما تروح لحاله ومن هناك بتروح رأساً على الفرن يلا أمرت هاتي إيه تتلبوثة خالي لطيفة الله يرضى عليك يا حبيبي لا تبقى تطويل علينا يلي عم تساويه مو صح وكتير غلط ايه؟ وشو الغلطي اللي عم ساوي؟ بدي اسطره وبس بس مو ملاحظة أنه الشاب مو مناسب أبداً؟ لك زافر لا تكون حاطت عينك عليها اه؟ لا مو مظبوط هذا الحكي لاني حاطت عيني عليها ولا شي بس هو مو مناسب إليه وهي مو حاببته بنوب معا معا بتحبوه بعدين أنت شو دخلاك؟ إذا كانت أمها رضياني وأبوها رضيان أوف يا أوف ليكي رح قللك ياها بطريقة تاني وياريت تفهمي علي إذا بشوفه لسامير جاي لعنا مرة تانية والله لأكثر رجله وعلله ياها برقبته منيحيك؟ منيحيك؟ أيوه، 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 والله يا سونيا تعريكي مؤلي لابنوب كيد عملت له شي سحر أحسن شيه إني أقلعها من الشغل فوراً، ولا شوف آخرتها اهلا وسهلا زينا شكرا اقبال ايه طمنيني كيف وضعكم ما انتو بتعرفوا الوضع منيح وكمان انتو بتعرفوا انو الزوجي ضيع بلحظة كل شي بننا بحياتنا بعرف انك انت هلأ معصبة كتير من جلال بس الزوجين لازم يساندوا بعضهم بالاوقات الصعبة مو هيك؟ لا يا اقبال لا لو الخلاف بيننا مشان المصاري ما لا مشكلة بس انت تخيلي اعرف بالصدفة انو عم يشتغل عند مصطفى ومن شهور ما اقول هالحكي هاد لك حتى ما كلف خاطره وقال لي وانا مرته من عشرين سنة هو ما قال لك لانو ما بده ياكي تتوتري انتي اكتر انسانة بالدنيا بيعرف طبع جلال وكل شي عمله بحياته كلها كان مشان يساعدك لك يا ريتو ما عمله اذا كان بده يخرب كل شي لانو بيحبني بلاها احسن هالحكي فات وقتو خلاص قررت اتركه فكري قبل ما تقرري احسن ما تندمي بعدين لا تخربي بيتك بلحظة انفعال يا زينة انفعال؟ عم قل لك جلال له شهوره وقاعد عم يضحك عليه شو بدك اكتر من هيك؟ لا اقبال لا انا خلاص اخد قراري جلال وانا ما بقن انفعله بعضنا فضال طلبتنا مصطفى بيك؟ ايه نعم عندكن مهمة مستعجلة جاهزين معلم خير شوفي ما صار الوقت لحتى جلال يتفع ديونه اليوم بتروحوا وبتذكروا بالمصاري امرك هاي شغلي سهلي يا مصطفى بيك بعدين شو بدك نعمل؟ هلأ هاد المطلوب منكم بالوقت الحالي لا تعملوا اي شيء قبل ما انا اطلب منكم ها؟ انت بتأمر اللي بدك يا بيصير ولا تذكروا اسمي ابدا مثل العادة مفهوم مصطفى بيك؟ نحن رح نساوي اللازم واكتر روحوا عشغلكون هلأ عن اذنك يلا طلعي فيه زينة صار لكم سنين وانتم متجوزين ما اقول تنهي كل شي بيناتكم بهالبساطة؟ والله يا اقبل لما جوزك ما بيحترمك وبيعملك بهالطريقة ما بقى رح تفكري لا تسألي عن زواجك ولا عن العشرة الطويلة كمان عطي زواجكم شويت وقت باعتقد جلال بيستحق تعطي فرصة تانية ما هي؟ لسه بدي اعطي فرص انتو ما بتفكروا غير بي جلال ومشاعره؟ يعني انا مو مهم شو عم يصير فيني؟ شو مشاني انا اه؟ انت كيف بدك يعني ضل عايشة مع رجال ما بوسق فيه وفوق هيك مفلس وما في بجيبته ولا قرش؟ المصاري مو مشكلة ابدا وضعكم ما رح يدوم هيك على طول طولي بالك وصلحوا اموركن هلق جلال واقع بورطة كبيرة وانتي لازم توقفي جنبه وتتحملي شوي ايه نعم مساء الخير زينة خانم قلت لازم اشكرك لانك قبلت الهدية مني ايه عن جد شكرا كتير انت مزوئ وكلهم حلوين وعجبوني منيح انهم عجبوك زينة ما تنسي اني دايما واقف جنبك شكرا كتير نحنا دايما من عزبك وهلق عن اذنك بشوفك مين اللي اتصل؟ واحد معرفة ايه اقبل خلص انتهى كل شي اوزة سمحت ولا تدخلوا لاني انا خلص قررت بس يا زينة لا في بس ولا شي انا وجلال رح ننفصل وهذا قراري وهلق اقبل سلميلي على بكري وابيت تصلي فيني ايه مع السلام زينة قالوا نعم يسعد لي مساك جلال بيك اهلين ادفع قرب لا تنسى وقال له بصير شي ما بتحبها ما تخاف ابدا ما رح نزل ايه منيح منشوفك عم قريب رعابتني هدا انتي اوز؟ شو لستاتك هون يا مشد؟ قاعد عم استنى وردي لتطلع من العملية بايل انه عصابك متوترة ان شاء الله تخلص على خير قال لي سمنيحة؟ والله مو كتير لما طلعت كانت نايمي شي طبيعي بعد اللي صار انها تتعب ما انا سهلة البنت قلبها مكسور اوف شو هالحالية بهيك ظروف صعبة لازم نكون مع بعض شوف يا اوز احنا لوين وصلنا صح وضعكه مو طبيعي ابدا كل شي بنيته تدمر بلحظة يا اوز بكرا بتتصلح الامور وكل شي رح ينحل وانا متكد انه وردي رح طيب كمان ان شاء الله تطلع منا ان شاء الله اه مشد يمكن هدا الحكي مو مناسب هلأ بس انا لازم اعرف يعني بهديك الليلة شو صار بالضبط حكيلي كل شي بالتفصيل زينة حبيبتي زينة خيرا ان رجعتي ولا حتى باحلامك ممكن تشوفني راجع لهون فعلا حياة الفوضى هي الحياة اللي بتناسبك زينة بترجعكي لا تساوي فيني هيك خلينا نقعد ونتفهم اكيد جلولتي طبعا بدنا نتفهم هنجد ايه؟ ليكي انا انا من هلأ يا حبيبتي واقف شوي انت اليوم رح تسمع وبس انا جيت لهون مشان احكي مو مشان اسمع طيب زينة متل ما بديك موافق مهم انك تحكي معي انا قررت انه نتطلق وقبل ما ينحط حجز على اموالك بدي اخد كل حقوقي وردة وضعة ممني حب نغب اكيد الشي اللي صاير معها خطير كتير انا مت اكده اه مت اكده مجد مجد انت لازم تحكيلي لاني بدي ساعدك ليك اوس بلا ما نحكي بي هالموضوع هلأ يا اخي نحنا رفقات من وقت طويل ليش عم تخبي عني؟ مو هيك لصة يا اوس والله ما عم خبي عنك بس انا مو حبيبتي تذكر هداك اليوم ويعني لقى امتى بدك تضل تهرب من اللي صار؟ اوس بترجاك هالموضوع لبقى تفتحه عالقال هلأ بابا؟ دكتور؟ طم مني كيف كانت العملية؟ بابا؟ اوسخي